عادت الولايات المتحدة لتسجل أعلى رقم يومي عالمي منذ بدء جائحة كورونا وبينما يواصل أوميكرون انتشاره السريع أعلنت شركة فايزر إمكانية التوصل إلى لقاح لأوميكرون بحلول مارس المقبل وأظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا الاثنين في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم الذي شهد تسجيله نحو مليوني إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية